بدأ اليوم العمل بقانون حماية المستهلك لعام 2017 وذلك بعد أن وشح بالإرادة الملكية السامية ومن أبرز مواد القانون حضر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة ويعتبر الإعلان مضللا إذا اجتمل على معلومات خاطئة أو غير كاملة حول السلعة كما حضر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر وبناء على قانون حماية المستهلك الجديد فإنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن 250 دينار ولا تزيد عن 10 ألاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بكلت هاتين العقوبتين كما نشرت في الجريدة الرسمية اليوم تعليمات منح الموظفين العاملين في دور ومراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية علاوة إضافية بنسبة في الراتب الأساسي وبحسب التعليمات يحصل العاملون في الدور والمراكز الإيوائية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة على 50% من الراتب الأساسي أما العاملون في الدور التي تعنى بالأحداث والمتسولين والحماية من العنف الأسري والتسول يحصلون على علاوة وبنسبة 40% من الراتب الأساسي أما العاملون في الدور التي تعنى بالأسرة والحماية فكانت علاوتهم 35% من الراتب الأساسي وإلى خبر آخر سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال أول شهرين من العام الحالي 2079 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس أموالها الإجمالي 55 مليون و300 ألف دينار وبحسب إحصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 104 شركات توصية بسيطة رؤوس أموالها بلغت 3 ملايين و300 ألف دينار وتم تسجيل 670 شركة تضامن رؤوس أموالها بلغت 5 مليون و600 ألف دينار وتم تسجيل 12 شركة مدنية بلغت رؤوس أموالها 24 ألف دينار وتسجيل 1131 شركة ذات مسئولية محدودة بلغت رؤوس أموالها 17 مليون دينار أما الشركات التي لا تهدف إلى الربح فقد تم تسجيل 44 شركة رؤوس أموالها بلغت 80 ألف دينار وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 25 مليون و100 ألف دينار وقطاع المقاولات 900 ألف دينار وقطاع الصناعة 10 مليون و900 ألف دينار أما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 7 مليون ونصف المليون دينار فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 10 مليون و700 ألف دينار ترجمة نانسي قنقر شكرا